قبلة تونس وحكايات واليوم اخترنا باش نحكيه على حاجة كانت تتلبس ديما وتوقع عدنا نلبسوها كان في المناسبات تشكون فينا ما زال يلبس البلغة البلغة راي حاجة مدخمة برشة وحاجة إياسر كلاس هاتنا سموها مع بعضنا تونس بلوينها البلغة لبسة متع ساق محلولة تشبه للبنتوفل أما مصنوعة من الجلد لونها نلقاها أصفر في الساحل ويصنعوها بلغجية قصر هلال في جاب الزادة لونها أصفر أما تلبسها العروسة وفي باجة البلغة لونها أحمر ومزينة ويسميوها بلغة بالنوار ويلبسوها العريس وفي البلدان الكبيرة كما تونس اسفاقس ثم السوق كامل اسمه سوق البلغجية ولا سوق البلغجية يصنعوا فيها البلغة ويبيعوها للشاري وهي تتصنع قدام عينيه حتى رجال عندهم البلغة متاحهم أما نلقاها جينيغا المون أمتن وجلدها أقوى ولونها يبدأ أحمر وهي الحقيقة متاع خرجة مش متاع خدمة وديما تلمع وتلق والصغار كي كانوا يتلموا في الثقيفة كانت عندهم لعبة مفضلة اسمها سلطان بلغ واللعبة هذي كانوا يعديوا بيها صهرية سيدو رمضان البلغة مية في المية لبسة تونسية ووحدة من ألوان تونس تونس بلوانها ولا البلغة شكون فينا مزال يلبس البلغة ترى عندكش بلغة في الدار شايمة؟ أنا عندكش بلغة في الدار تأحمد وانتي سيموندر عندكش بلغة خطيتك ملعاتش متاع بلغة سلطان بلغة دي لا البلغة فيه لكن في الطهور هو أزمع هو ديما سكان المدينة قبل جنير الميالة بلغة السلطان بلغة ولكن في كنا بعده شوي من المدينة نلقاوا ألعاب أخرى هاي سيدين حاب نرجع معاكم على الألعاب وإحنا صغارة كي كانت ما كانتش فامة برشا هكالي جو فيديو في وقتنا بم بديت شوي شايمة كنت لعب أنت صغيرة مثلا لعبتك المفضلة لعبنا درخالات وانتو تخوى بيكا كاري شمعني درخالات ساعة ولعبتش أحنا اللي بنات لموا بعضلة بينوا بنات خالاتي ونعملوا مرأة وأختها وبنتها ونعملوا دار بالجريري أحنا نعرفوها تعرفش نعرفوها أو ليه سيموندر نعرفوها عروسة وعريس أحنا معنش عروسة وعريس نعرفوها ديما لازم نعرفو عروسة وعريس عندو تخوى ديكا كاري لترمي لحجرة وتنقص حاجة مضغمة وانت سيموندر شكينت لعبتك المفضلة وانت صغير ولا كنت تفكر هايش ليه ولا هيش بشي قولك كورة في المنطقة مش كورة موش كورة كورة الشوالق أي كورة الشوالق لأنه كان كورة الشوالق أنا خلطت عليها خلط لا أسمع ما لا ما بعد خلطنا جد على البلاستيك أي بلاستيك والبو أو لا وفي الأخر خلطنا على البو وكنا فيه بالبومب بالبومب معنات الحقيقة وكانت أيامات بها وكنا نتعرف شنوة نتكوروا في غير غور الجيلة طوال الجيلة تقلقني أنواح الناس شوية نقع لشمس معناتها الراوحة في حالة معناتها آمة تصور معناتها في ريف الجسرين ما تقلق اسمها السري معناتها هاي السري تعرف سخونة سخونة برش حدودية هاي السري على الفرنتيار مع الجزائر كبالك مافهماش كن السري prevented عندكما كهوا منشرتت بسة سمحني هاي وبالمناسبة تحية لأهالينا في المرابطون والمرابطات إننا تها في الثغور على الحدود كبالك مافهماش كن السري غادي كهوا عليش قلتك هنا حدودية لأنه فم السري زادة اللي موجودة في غ لما وعلى الحدود زادة يعودي ناس يمسوا شو على بعضهم هم حلقوا مع بعضهم يعرسون من بعضهم معنات يقبلوا طووا إلى حد رئيان وحتى السلطات من البلدين معناتها يتفهموا أمين سمحني تنقلات الناس أذوقا ويعرفوا أن تنقلات ما فيهاش شر بين ذفرين وإنما هي تقلط عائلات متصاهرة وقريبة وكل شيء حتى في السلعة البسيطة لأنه تعرف المناطق هذه التي تعيش على الكنترا وقبل الكنترا معيشية ناس اللي يفهمون يقولوا شبيه يبرر لكن الكنترا معيشية في دول العالم زارح مالدي يجيب الشامية من غادي ويجيب لك التاي من غادي وهذا لضمان تأمين العيش فقط مش مش الولو بناس مركانتية مش الكنترا متاعها برترا وفما الغادي زاد الشيريذيك رغم ما ننساوش أنه فيها الكنترا أخرى لما حالة الناس البسطة رح يتعيش نحكي عن الناس البسطة لا 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 تعيش يدو بكنهارة وذيك بشي هاوكي هزر طل مقرونة من هنا ويجيب من غادي باكو التاي وهزر شوية شامية من غادي ما كتعرف عادة تبع خير تزيري مسيك بالخير تونسي على كل معناتها في إطار الحقيقة وكان تعرف أمين وقتها خاصة في قبل حتى السلطات كانوا بين ذفرين متسامحين لأن العملية تحت مراقبينها تحت السيطرة أمين معناتها لا تهريب ممنوعات لا تم مس بالأمن القومي ولا شيء معناتها لأنه هذوك سكان الحدود يا أمين هم حراس الحدود هم يقوموا بيدور كبير ياسر وفهم جدا في تقديم ومساعدة خاصة بالمعلومة قوات الأمن وقوات الجيش